السلام عليكم ورحمة الله أتمنى يكون الجميع بخير وبصحة وسلامة رأخ خبركم اليوم عن آخر أخبار انتقال اللعب محمود الأسود لنادي الزمالك المصري وعن انتقال اللعب إبراهيم هسار للدوري الإيراني وعن انتقال اللعب بلالح البوني للدوري الأمريكي الممتاز ولكن قبل ما نبدأ بالتفاصيل أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك قبل ما نبدأ أخبارنا عن اللعبيننا المحترفين رح نبارك إلى منتخب الأردن الشقيق بفوزه على منتخب الكوريا الجنوبية وتأهلوا للمباراة النهاية من نهايات كأس آسيا في قطر 2023 ورح نبدأ أول أخبارنا عن اللعب محمود الأسود اللعب نادي الكرامي السوري اللي كان في مهوضات بينه وبين نادي الزمالك المصري مدرب نادي الزمالك جوزي قومز صرف النظر عن فكرة التعاقد مع اللعب محمود الأسود وانتقاله لنادي الزمالك المصري المدرب جوزي قومز معروف عند الجماهير السعودية وعند عشاق جماهير الأسطورة عمر السومة المدرب قومز درب المملكة العربية السعودية نادي الطائي ونادي التعاون ونادي الأهلي السعودي حقق مع نادي الأهلي السعودي بطولة الدوري وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016 وكان هدف بطولة الدوري والكأس للنادي الأهلي الهدف التاريخي للدوري السعودي الأسطورة عمر السومة وكان الأسطورة عمر السومة في قمة التألق مع النادي الأهلي السعودي في بداية نجوميتو أما النجم منتخبنا ولعب نادي بولغرانو الأرجنتيني النجم إبراهيم هسار انتقل للدوري الإيراني ورح يلعب مع نادي فولاد الإيراني النجم منتخبنا إبراهيم هسار من موليد 1993 عمره 30 سنة بلعب في مركز جناح اليسار ولعب خط وسط مهاجم النجم إبراهيم هسار ومن بعد المستوى اللي قدمه مع منتخبنا في نهايات كأساسية في قطر 2023 تم التعاقد معه من قبل نادي فولاد الإيراني نتمنى التوفيق لنجم إبراهيم هسار في مسيرته الاحترافية الجديدة أما عن اللاعب بلال حلبوني لعب منتخبنا اللي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة منتخبنا والمنتخب الأردني قبل عام ونصف تقريبا الحمد لله اللاعب بلال حلبوني اتعافى من إصابته وتعاقد مع نادي فانكوفر الأميركي اللي بلعب بالدرجة الممتازة في الدوري الأميركي اللاعب بلال حلبوني انتقل للنادي الأميركي بصفقة انتقال حر من نادي مكديبورغ الألماني اللاعب بلال حلبوني من موليد 1999 عمر اللاعب 29 سنة بلعب بمركز قلب الدفاع وبيحمل الجنسية السورية والجنسية الكندية اللاعب بلال حلبوني اللاعب لعدة أندية في الدوري الكندي والدوري الألماني نتمنى التوفيق للعبنا بلال حلبوني في مسيرته الاحترافية الجديدة وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم أتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا الدعموني بلايك لنلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة